السلام عليكم أهلين فيكم في مراجعة جديدة أو انطباعي النهائي للآيفون 11 طبعا استخدمت الآيفون 11 قبل استخدام الآيفون 11 برو فانطباعي راح يكون الآيفون 11 لأنه الآيفون السندي الآيفون 11 لاحد يفكر أنه يقول الآيفون 11 برو لا الآيفون 11 هو السندي وأصلا أبل تدبنا مبيعاتي راح يكون أقوى أول حاجة السعر الأرخاص ثاني حاجة فيه كل شيء يعني تشتري كاميرا ثانية بس تقرب 2x وهذا فيه تقريب ديجيتال بس هذا بس 2x زيادة ما له هداعي الشاشة أفضاح لكن للأشخاص ما راح يشوفون الفرق يعني كإنسان طبيعي بتدخل الجوال في عينك كده راح تشوف بس كاستخدام عادي كده ما راح تحس الفرق خصوصا إذا صرت جاي من الآيفون 6 بعض الأشخاص إلى الآن أنا عارف أشخاص يستخدمون الآيفون 6 أو 6S أو 6S Plus ما فيه فرق لا تقول لي فيه فرق خصوصا إذا صرت جاي من الآيفون 6 يعني أصلا أفضل الشاشة هنا من الآيفونات القديمة فلو بنتكلم كمعالج معالج ما فيه أفضل منه الجهاز إلى الآن ما أخذ الآيفون 10R وهو إلى الآن أفضل شيء لكن هنا زلت أبل قدام وهو الرديل 10R وهو أفضل شيء لكن هنا قالت يلا نقدم برضو زيادة فممتاز كمعالج ما يتغارم بأي جهاز ثاني أداء البرامج جبارة في كل لعب في كل شيء يعني إذا شريت اللايفون هذا لاش أنصخ أي شخص حين إذا عنده 6 أو 6S لا يشتري 10R يشتري 11 علشان يعطيه مثلا أربعة أو خمس سنوات قدام الدعم قبل حق سفتوير تشتري 10R راح تنقص عليك سنة واحدة من الدعم فاشتري الـ 11 يعني إذا تبي تصوير ممتاز إذا تبي يعني ما بتصوير احترافي لبرو يعني 10X الثانية أو تقريب لكن ممتاز تصوير الليلي ممتاز ما في فرق بينه وبين الـ 11 وبرو يعني إذا كان عند واحد من الشباب عنده الـ 11 وبرو وانت عندك الـ 11 بتصويره ما في فرق بالتصوير كاميرتين نفس الكاميرتين اللي هنا ما بتصويره ما في فرق فلو بتصويره ما في فرق فالتصوير ممتاز يعني تطالع في الشاشة بعض الأشخاص يقول لك أوه الشاشة فيها شوي خفيفة وضوحها ذاك الوضوح 90% من العالم كله لنا الشخاص اللي يشترون ما بيحط نسبة لكن النسبة قوية للأشخاص مراح يفتكرون حق دي الشي معالج ممتاز استخدام ممتاز موجود هنا سبيكر ممتاز موجود هنا كاميرا تصوير لك 4K 60 فريم جميع الكاميرات موجود هنا برامج راح تنزل لك تشقلك الكاميرات كلها موجودة هنا فهذا الناس يبوني سناب شات ممتاز تصويره ممتاز كل شيء ممتاز يعني أنا أحطهم قدامي ينبعض كذا في هذه المسافة كاستخدامي يعني وانا جالس ما شوف في فرق أوكي الإضاءة هناك وصح إذا كنت في الشمس برا لكن داخل أستخدمها كذا عادي يعني فأتوقع أن الجهاز هو جهاز السنة فأنصح أي شخص يفكر يشتري جوال جديد طبعا ما راح أنصح أي شخص عنده 10S أو 10S Max أو 10R يشتري هذا أوكي The Line هما الـ 2017 لأشخاص اللي تهم شرين جوالهم ما نصحك تشتري ليفون 11 ولا الـ 11 Pro Max يخي توك شاري جهازك 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 ممتاز إلا إذا كنت بتصوير ليلي اشتري أوكي أو عندك فلوس محتر فيها اشتري لكن إذا كان عندك مثلا 10S Max فيها شخص يجون يسألوني يقولي أنا عندي 10S Max أو 10S وبشتري الـ 11 أوكي كاميرات ممتازة معالج ممتاز بطارية أقوى لكن الشاشة يعني إذا كنت تدقي على الشاشة من ما قلتك فيه فرق لكن ما رحت له هداك الفرق بكيفة لكن يعني أنت على الـ OLED بتنزل على الـ LCD وانتو بكيفة يعني خوصا أنت خلاص دخلت على فئة الـ Pro يعتبر السنة 10S و 10S Max هم 11 Pro 11 Pro Max يتصير كده أو تنزل تحت انتو بكيفة يعني ترح تنزل شوي فهدا الجهاز ممتاز جهاز هذه السنة راح تكون مبيعاته قوية وأقوى جهاز يعني بـ 700 دولار من أبل هذا الجهاز اللي حين الـ Android كلها ارتفعت هو نزل فالجهاز حرام منك تغارن بعد بجهزة ثانية يعني في بعض الشركات ينزلونا كأيفونات أبل كانت تسويه أول يعني ايفون الرخيص راح تثبت فيه من الميزات مثل 5S أو 5C الغديم 5C لكن هنا جهاز كامل يعني هذه الحركة حتى لو نابل تنزل معالج مثلا تنزل هذه السنة بمعالج غديم معالج الـ A12 بدأ الـ A13 ممتاز جهاز قوي لكن ابل لا تبهرك في الحركة انه جهاز بمعالج ما الـ iPhone 11 Pro بكل شيء 11 Pro لكن شاشة وكاميرا واحدة ناقصة من 11 Pro فجهاز قوي فتح الشبكة أو فتح الفيس ايدي الفيس انلوكت ممتاز يعني احيانا على الطاولة موجود وما بيفتحها مرار بس ابي ألمس الشاشة يشوف الوقت بس او اشوف الـ Notification باشوف فيه احد رسالي ولا شيء يفتح الجهاز على طول يطلع الـ Notification فا استغربت انا الـ iPhone 10s ولا جهاز الغديم كنت ألمس الشاشة بس ابيشوف ما يحتاج ان يفتح للجهاز انا في زاوي انه ما يفتح للجهاز لكن يفتح لي وانستغرب ففي فرق حتى في فتح الجهاز في الزاوي حقت الفاتح افضل من الـ 10s والـ 10 الجهاز الغديم كلها والـ 10R فطريبا هذي ما راجعتي انصح كل شخص عنده جهاز غديم غير الـ 10s والـ 10s Max والـ 10R عندك iPhone 7 عندك iPhone 6 عندك iPhone 8 اشترلك الـ iPhone 11 ممتاز اقدر استخدمه اقدر استخدمه اقدر اخليه جهازي الرئيسي خليه جهازي الرئيسي سبوع كامل و اكثر من سبوع تقريبا احين جهاز شقال معي زي الحلاوة ما في اي شيء يعني جهازي حطيت فيه المعالي سوت لكم فيديو على الـ 13.2 حط عليه نسخة تجربية ومنزل صوري فيه واستخدمه وحطي الشرية حقتي موجودة فيه الجهاز ممتاز يعني ما شفت اي عيب بطاريتها ممتازة تكفيني يوم وشوي 11 وبرو ماكس تكفيك اكثر لكن يوم وشوي اذا كفتك يوم هذا يعتبر ممتاز صح الشحن السريع ما موجود في العلبة لكن ابل رخصت لك لو انك تغارم بالتنار السن راحت كانوا بـ 750 نحيان خليته بـ 700 فعندك 50 دولار تقدر تستريبه الشحن السريع وتحب تجيبك زيادة فلوس فانت عندك الخيار او انك تقولك اوه جهازة 64 جيجا اوكي اوكي رجع الـ 50 دولار يعني بدل بـ 750 واشترى 12 جيجا فانتو بك يعني عادتك الخيار ده ابل نزلت قيمته وهو الجهاز 10R السن راحت وهو مبيعاته قوية ابل هالمرة نزلت قيمته وهي تدري انه مبيعات قوية فزارت المبيعات عليه زيادة فابل تدري ان هذا الجهاز الجديد اصلا او هذا الجهاز اللي راح يبيع هذا كل شي تقريبا لحد يجي يقول لي الجهاز الثاني فيه احسن منها الجهاز عليه A13X او رصد الـ A13 والجهاز اعطيت هلذة شوهر اربعة شوهر البرامج اللي موجودة تستخدم اداء الجهاز ما بنفس الجهاز الثاني ما باي ادخل اتغير على الموضوع لكن سنابشات هنا يعني اكتر اشخاص بيستخدمونا سنابشات هنا افضل من اي جهاز ثاني من شركات ثانية واتساب هنا افضل من اي جهاز ثاني من شركات ثانية ما بتستخدم جهازك برضه يعني استغرام هنا افضل من اي جهاز ثاني من شركات ثانية مش بستخدم باقي بجهازك برامج البنك يعني فامريكا هنا برامج البنك اللي انا استخدمهم فى الـ IOS فرق كبير عنهم فى البرامج البنك البنوك هنا فامريكا لجهزة ثانية يعني بعضهم متصفة حطين اوكي ما بعيب لجهزة ثانية بس مطورين ما بتعبين نفسهم فيهم هنا المطورين متعبين نفسهم أنصح أي شخص من ما قلت لك يعني أبوي يقدر يستخدم هذا الجهاز ما رح يشوف فرق في الشاشة ما رح يشوف فرق كفي الكواليتي حق الكاميرا ممتازة الواتساب وصناب شات كل شي ممتاز انستقرام ممتاز أمي رح تستخدمه ما رح تحس فرق أختي رح تستخدمه ما رح تحس فرق يعني فئة كبيرة من الناس أو الأغلب من الناس هذا الجهاز الرئيسي لهم هذا الجهاز فيه ألوان كثيرة وكل شي هذا الجهاز ممتاز وبس ما بيطولها زيادة جهاز جبار أنصح أي شخص يشتريه وهذا ختمت سنة 2018 مع أفضل جهاز آيفون 11 العادي مش الآيفون إبرو يعني إذا انت احترافه تبي تصور زيادة بالتو اكس ما توقع عندنا شخص يبي احترافه رح بيصور التو اكس أو شاشة أفضل هذا الموسوسين آسف ألأ قل حكي الكلمة لأن أنا ما شبت فرق والله استخدمه كده في ذا المسافة ما في فرق والله ما في فرق أوكي أوليد وكل ما في فرق لا تعبني الشاشة والله ممتازة والله ممتازة وبس في نهاية الفيديو تلسوني اشتراك والغناة ونشر المقطاع وعمل لك المقطاع وتعليقاتكم متحدة تهمني ولا تلسوني من فضل دعاكم وسامحوني على القصور والسلام عليكم شكرا للمشاهدة